طبعا بقى ومش بحتاجة اقولك لو فكرت تشتري لولادك شوية المرشميلو دول من برة هتدفعي كام؟ طبعا مبلغ وقدره كل اشكال المرشميلو اللي موجودة في السوبر ماركت اللي العيال بيكونوا هيتجننوا عليها هنعملها النهاردة مع بعض حصري والاول مرة اول مرة هتشوفي الاشكال والتشكيل اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكل ده والتلات مكونات بس تشكيلة مرشميلو الوان واشكال تخطف القلب بجد من كتر ما هي حلوة مطاطي واسفنجي وبجد طعمه زي طعم السوبر ماركت بالزبط من الاخر كده بعد الفيديو ده مش هتفكر يتشتري المرشميلو تاني يلا بينا نشوفي المقادير والطريقة بس من فضلكو ياريت ترفع الفيديو بلايك وتعمله شيرع علشان الوصفة توصل لكل الناس اول حاجة عندي معلقتين ونص كبار من الجيلاتين بضيف عليهم نص كباية مية المية عادية من الحنفية لان الجو حر جدا بدوب الجيلاتين مع المية كوي ساوي وبشيله على جنب بعد ما بتسيبه شوية ببدأ القوام بتاعه يتقل عن كده بعد كده عندي كباية سكر وزنها تقريبا 200 جرام عليها نص كباية مية مع لقتين كبار من عسل الجلوكوز عسل الجلوكوز هو مانع للتسكير بس ممكن تستغني عنه ومفيش اي مشكلة وتزودي ربع كباية سكر كمان وعصير نص لامون بيقعد على النار تقريبا 8 دقايق على حرارة متوسطة الحرارة ما تكونش عالية وبعمل اختبار بياخد معلقة صغيرة وبحطها في كباية مية عادية من الحنفية وبسيبها نص دقيقة بعد كده ببتدي ان انا امسكها لو عملت معي كرة طرية يبقى كده تمام اول بطفي عليه مباشرة وباخده بنزل بيه على الجيلاتين وهو سخن الشربات بنزل بيه مباشرة وهو سخن على الجيلاتين ببدرب اما بالمضرب الكهربائي اما بالعجان بفضل اضرب بشكل مستمر لحد ما يتحول معي للكوامل اللي هتشوفه دلوقتي شبه قوامل كريم شنطي بالزبط ولونه بتغير تماما لونه بيبقى فاتح وابيض كده عندي الصينية مجاهزة او اي طبق او علبة ده اول شكل احنا نعمله مع بعض بكون مبادرها كويس جدا بالنشة من تحت ومن الجناب ايه علشان المرشميلو مايلزقش في الصينية ببتدي ان انا اخد النص الاولاني من الكمية اللي احنا عملناها وبفرط طبقة من المرشميلو الابيض وبعلي الكمية بحط عليها نقطتين من اللون البنك او الفوشية وبعد كده بحط الطبقة التانية فوقيها مباشرة بعد كده بحط على وشه بقى شوية نشة بعد ما بساويه كويس قوي وضروري تساويه هو لسه معمول علشان بيجمد بسرعة وبسيبه بقى لحد ما يتماسك تمام جهزت بقى صينية تانية برضو بدرتها بكمية كويسة جدا من نشة وبتديت اعمل مقدار تاني المقدار اللي انا قلتلكو عليه في اول الفيديو انا قررته 3 مرات عشان اعمل الكمية اللي شفتوها في اول الفيديو وما تنسوش تحطوله معلقة فانيلي علشان انا نسيت اقولها في الاول ده المقدار التاني ابتديت ان انا قسمه على كميات متساوية واستخدم الالوان الجل الطبعية عندي بقى اصفر عندي بنفسجي عندك اغضر عندك البيبي بلو اي الوان متاحة عندك وكمان انا استخدمت البنك ابتديت ان انا اعمل تشكيله وده كان المقدار التاني انا عملت 3 مقادير من المقدار اللي شفتوه من شوي ابتديت ان انا احطهم في الكيس حلواني وخرمت خرمه صغير جدا من الكيس وهنا بصراحة كنت بحاول اعمل المرشميلو اللي هو الملفوف كنت اول مرة في حياتي اعمله والفكرة دي جت في دماغي وانا بشتغل ابتديت ان انا اعمل خطوط رفيعة جنب بعضها وبعد كده رشيت عليها رشيت نشا ودمتهم جنب بعض عشان الزقهم في بعض بصراحة هي اول تجربة كانت صعبة معايا شوية لان كنت اول مرة اعمله بس بعد كده فكرت في فكرة تانية وعملت بطريقة اسهل من كده شوي ابتديت ان انا باي سكرابر عندي او اي حاجة تكون مبططة ابتدي ان انا الفه وضروري يكون انشا كتير علشان ما تلزقش زي ما قلتلكم اول طريقة دي كانت صعبة شويتين يعني بصراحة هي اخدت مني وقت على ما عملتها الطريقة اللي هتشوفوها كمان شوية هي اسهل من كده بكتير او بعد كده بقى بقى المارشميلو لكياس وسعت الفتحة شوية وابتديت اعمله بشكل طولي علشان بعد كده بعد ما ينشف ويتماسك ابتدي اقص بالماس اما بقى المارشميلو اللي هو الرينبو عملته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جبت كيس الحلواني وابتديت احط جزء من كل لون جنب بعضه وبعد كده ارجع احط برضو معلقة من كل لون فوق التانية لحد ما عملته بالشكل ده وطلع معايا الالوان التحفة دي دي بقى الطريقة التانية اللي قلتلكوا عليها بتاعت المارشميلو الملفوف ابتديت ان انا حطهم بس الزقهم في بعض يعني احط اول لونين تحت واللونين التانيين فوقيهم ويكونوا لازقين في بعض بصراحة دي كانت اسهل وطلعت معايا الشكل بيرفكت زي اللي بتشتريه بين السوبر ماركت بالضبط بس كل اللي هتحتاجيه انك تحطي عليها نشا وتبلي ايديك كويس جدا بالنشا علشان تعرفي تبروميه وتلفيه على فكرة هو سهل جدا مش محتاج اي حاجة خطس بس ضروري النشا يكون معاكي وانتي بتلفي مع كل حتة من المارشميلو علشان ملزقش في ايديك وبصراحة بقى لما لقيتها سهلة معايا عملتها كذا مرة عاوز اقولكم ان دي كانت اول مرة في حياتي اعمل الشكل ده اللي هو الملفوف ده كنت بعمل قبل كده الريمبو وعمل الشكل العادي والمربعات اللي بتحط في اي سنية يعني كنت بعمل ده كله وعملتوا معاكم السنة اللي فاتت قبل كده لكن دي كانت اول مرة اعمل الشكل الملفوف ده وهو جا في دماغي فعلا وانا بشتغل خلصت تشكيل كل المارشميلو اللي كان عندي بسيبه بقى لحد ما يتماسك كويس جدا مش اقل من ساعتين او تلاتة ويفضل يعني لو تسيبيه يوم كامل او ليلة كاملة بيتماسك كويس جدا وبتعرفة الطعيب منتهى السهولة في ملاحظة حبيت اقولكو عليها ان المارشميلو اللي هيتشكل في الكيس الحلواني لازم ولابد ان يكون مضروب كويس جدا لحد ما القوان بتاعه بقى تقيل يعني مينفعش ان القوان بتاعه يكون سايل ومش مضروب كويس واعرف اشكله في الكيس الحلواني مش هيتشكل معايا خالص لكن لو هتعملوه في الصينية زي اللي انتو شايفينه دلوقتي دعايا دي حتى لو ما ضربتهوش قوي يعني وزبطيه هيطلع معاك كويس لكن اللي هيتعمل في الكيس الحلواني لازم يضرب كويس قوي دي بقى اول صينية ابتديت ان انا اسال لكم من الجناب وضروري جدا السكينة اللي هقطع بيها كل شوية بابدرها بالنشا وبدينا بالنشا كويس علشان ما يلزقش وابتدي اقطع المرشميلو لصابع طويلة وكل صابع برضو بقطعه لقطع صغيرة كل قطع بقطعها بغلفها في النشا ده ضروري علشان المرشميلو ما يلزقش في بعضه ما شاء الله المرشميلو سفينجي ومطاطي وطعمه بجد والله زي بتاع السوبر ماركت بالزبط اما الاشكال التانية فابتديت ان انا اجيب المقص برضو بدهن المقص او بابله كده بالنشا وبتديت ان انا قطعه ده الشكل الملفوف الاولاني اللي كنت عاملاه وكان بطريقة صعبة شوية طلع جميل جدا ومزبوط برضو والتاني طلع حلو قوي يعني هما الاتنين كانوا كويسين بس طريقة صعبة وطريقة سهلة شوية ببتدي ان انا قطعه لقطع صغيرة زي بتاعة السوبر ماركت بالزبط والله بجد لو عملتيه بالطريقة دي ولادك هيتصدمه اصلا من شكله هيفتكرون انه هو جاهز محدش هيقتنع ابدا ان ده معمول في البيت الصعوبة اللي انا شكلتها ببتدي اقطعها لقطع صغيرة كل قطعة بتتقطع بتتغلف كويس جدا بالنشا وما تلاقيش النشا دي طبعا مش هتترمي بترجع تاني تنخليها وتغديها تستخدميها في اي حاجة هي مفيش فيها اي مشكلة خلص بس احنا بنغلفها في النشا علشان ما يلزقش في بعض ده شكل الريمبو خطير بجد شكله والوانه حلو قوي ده الطريقة التانية او الشكل اللي عملته بالطريقة التانية هو شكل التاني بالزبط بس ده كان اسهر في التشكيل عن الاولان شوية بس ده كانت الصوابع بتاعته سميكة شوية عن الاولان الالوان قدي ايه مبهجة وقدي ايه حلوة جدا وشوفوا بقى شكل المارشميلو اللي هو الرينبو وتشكيلة الالوان اللي جوا شكلها حلوة قوي ومبهجة جدا انا اخترت الالوان الفتحة الالوان الولاد بيحبوها جدا فعملتها لكم النواردة مع بعض بعد ما بخلص بقى تقطيع كل المارشميلو اللي عندي وبضره كويس زي ما قلتلكم وبغلفه بالنشا بابتدي اجيب مصفه وابتدي ان انا انخله كويس من النشا الزيادة ضروري انك تتخلصي من كل النشا الزيادة دي علشان بيكون طعمها مش مستحب مع المارشميلو ما شاء الله اللهم بارك طلعت كمية ممتازة جيدة من المارشميلو لو فكرت اشتريها مبرة حرفيا هدفع مبلغ محترم يعني انا عوز اقولكم ان انا عمري في حياتي ما فكرت ان انا اشتري كمية المارشميلو دي وكل ده طلع بست معالق جلاتين وثلاث كبايات من السكر بس مكونات كلها في بيتنا ويقدر نجيبها بمنتهى سهولة وتفرحي ولادك وصحابهم ممكن كمان تعمليه في اعياد الميلاد وتقدري طبعا تحطيه في بتاعة الشيش طوق زي ما ولادي بيعمله كده وبيحطوه على النار وبيدوله كده يعني ايه لون بسيط قوي بيحبوه سايح كده ونايح زي ما انتو شايفين وعلى فكرة ممكن كمان تدخليه في تزيين الترط والحلويات واحلى حاجة بقى لما يتحط شوية حلوين كده من المارشميلو الامر ده على كوباية كابتشينة او كوباية هوت شوكليت جربوه وانا واسكنه يعجبكم مطاطي ويطعمه خطير جدا زي بتاع السوبر ماركت بالزبط